نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كودية الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج وأوضحت إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبول التغذية الكهربائية ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كودي ونظام التيار المستمر لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة